بعد ذلك أنكر الصراط قال ما في حاجة يسمه صراط ذاته عمل محاضرة كاملة عن إنه ما في صراط وقال لأنه الصراط ده ما مجمع عليه والدليل قال على إنه ما مجمع له إنه ابن حزم لم يذكر عقيدة الصراط في كتابه مراتب الإجماع وقد التزم أن يذكر المسائل التي اجمعت عليه الأمة لكن هل هذا القول إجماعي؟ هل أجمع على هذا؟ أجمع أن هناك صراطا على متن جهنم وأننا يجب أن نمر عليه ونجوزه لنذهب إلى الجنة؟ لا ليس من مسائل الإجماع وهذه ليست عقيدة؟ لا ليست عقيدة ملزمة لو أنك لم تعتقد بها لا تكفر هذه ليست عقيدة غير مذكورة في كتاب الله وسوف أثبت لكم هذا ولم تجمع عليها الأمة لا الصحابة ولا التابعون ولذلك العلامة الكبير أبو محمد علي بن حزم الظاهري وهو ظاهري يؤمن بالنصوص كما هي لم يذكر عقيدة الصراط والمرور على الصراط في كتابه مراتب الإجماع وقد التزم فيه أن يذكر المسائل التي وقع عليها إجماع الأمة ليس هذا من مسائل الإجماع يعني شنو يعني؟ ابن حزم بشر عالم غير معصوم يخطو يصيب ننكر أشان ما ذكروا في كتاب مراتب الإجماع ما ذكر الصراط ننكر ما ذكروا بصورة مباشرة وذكروا بصورة عامة الإيمان بالرسل والإيمان بكتابه داخل فيه لكن لو ما ذكروا بصورة مباشرة ننكر الصراط الربنا ذكروا في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية الآية دي فسر الرسول الحديث في الصحيح الحديث فسر قال إن منكم إلا واردها قال إلا تحلة القسم خلاص؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أي جسر جهنم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الصراط أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إن آخرة أهل الجنة دخولاً إلى الجنة رجل يمشي على الصراط عديل كذا هذه تحلة كيف يا عدنان إبراهيم قال فيكب مرة وتسبعه النار مرة يقع يقوم ويقع يقوم قال وتسحبه الملائكة سحبه ده آخر زواء داخل الجنة عملوا فيه خير وبسيط جداً فبيجروا يقع النار تتشو لحد ما يطلع بيغادي والقصة طويلة وربنا يقبل وشه على النار دي رواية البخاري يقبل وشه على النار فيقول اللهم إن النار قد قشبني ريحها وحرقني ذكاؤها فأصر بصري عن النار ربنا يقبل وكذا يقوم يشوف الجنة يقول يا ربا داخلني الجنة وكذا الحديث وأيضاً حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلى الصراط كلاليب وخطاطيف مش كذا حديث صحيح البخاري قال مثل شوك السعدان كله قال مثل شوك السعدان قال تخطف الناس بأعمالهم من الصراط ذا برضو كلام النبي عليه الصلاة والسلام على الصراط وبعد ذاك مشهد فلسف ويقول قال العلماء في معنى الورود ويعني العرض والعرض يعني شنو والورود يعني شنو الرسول فالسراء قال دا الصراط جسر جهنم انتهى البرنان حديث عائشة في الصحيح ثاني ما فيه كلام